بسم الله الرحمن الرحيم ولازي وحبيبي طلبة جريت فايف بما اننا خلصنا كونتشبت وان تعالوا نحل موضع الاجزام عنه ونشوف اهم البوينت اللي فيه ايه ونراجع عليه كمان بالمر بس ما تنسوش لو دي اول مرة تشوفونا ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس ياريت كمان تنضموا لينا على الفيسبوك الجروب والبيج وكمان التليجرام والواتساب اتشان ولو عجباكم فكرة تحل بعد كل كونتشب ياريت تعملولي لايك وشير وكومنت على الفيديو علشان نزود سوا فيديوز للحل بإذن الله يلا بينا نبدأ موضع الاجزام على كونتشبت وان يونت وان طبعا هنبدأ نحل من حبيبنا المعاصر هنحل موضع الاجزام وان على كونتشبت وان اول حاجة سألنا ويقولي سؤال يعني مديني السنتنس كده ناقص فيها وورد وبيقولي انهي وورد من دي تنفى زي ما متعودين سوا ده مش بس حل ده بيراجع لكل المعلومات اللي اخدناها في الكونتشبت ده بيقولي البلود ريتش بالكاربون دايوكسايد جاز ريتورن باك تو ده هارت سرومين احنا كان عندنا حدوتة البلود دي مرتبطة باتنين بلود فيسلز واحد اسمه ارتري والتاني اسمه الفين الارتري ده كان الحلو لما ولنا شبه حسة الارت حلوة وما فيهاش هومورك الارتري ده اللي كاري البلود اللي فيه الاكسجن ورايح يعمل ايه؟ رايح يعمل ديستريبيوت للأكسجن ده لكل البلود اما الفين ده اللي كان راجع بقى ده واخد الكاربون دايوكسايد وفيه little amount أو small amount من الاكسجن والنيوترين ورايح تاني للهارت يعني هو ده الانسر بتاعتنا الفين طب نفتكر اللانكس دي اللانكس دي كانت موجودة عند الهيومن والانيمل بتعمل اكس اتشينج يعني تاخد الاكسجن وترمي برا الكاربون دايوكسايد الزيلم ده بقى كان موجود مع اخوه اللي اسمه الفلايم في البلانت كان الزيلم ده لو تفتكروا ده الأسانسير اللي كاري الووتر والنيوترينت من الروت يوصلهم عند المصنع بتاعنا وهو اللي وييجي الاستاذ التاني اخوه اللي اسمه الزيلم ياخد النيوترينت زيون اللييف ويوزعها لكل البارتوف بلانت طيب يبقى فتكرنا ده الفين تاني كويسرام بيقول لي انهي بلانت من دول اللي ليه ستم اسمه كلايمب ستم لو نفتكر كده احنا كان عندنا كذا طايب من الستم كان عندي طايب اسمه الوود ستم وده اللي كان موجود في ال-Tree Trunks مثلا وكان عندي حاجة اسمها Upright Stim وده اللي كان موجود في أغلب ال-Flowers وكان عندي Stim تاني اسمه Tupper Stim وده كان اللي موجود في البوتيتو وكان عندي Stim تاني اسمه Runner وده اللي كان موجود في Plant Stania أما بقى النوع اللي بيسأل عليه وهو ال-Climb فده كان موجود في Plant اسمه Bravo عليكو El-Grabe أو Elven التوميتو ما اخدناش ال-Examples بتاعها وكمان ال-Pine دي كانت جات مع Leaf لما اكلمنا عن ان فيه Leafs ليها او فيه Plant يعني ليه نار وLeaves كنا جبنا سيرة ال-Pine دي فالانسور بتاعتنا هي Elven Bravo عليكو طيب ال-Pine produce A During Photosenses Process خلي بالك ال-Question ممكن يجيلي بشكلين يقول لي Plant produce ايه؟ يعني Plant give us ايه؟ وساعات يقول لي Plant need ايه؟ نفتكر كده كان عندي equation زي بتاعت الماث كان عندي Water ومع ال-Water دي Neutrient طبعا ومعاهم Carbon Dioxide في وجود الاستاذة بتاعتنا Sunlight كانت داني حاجتين Oxygen وال-Food اللي هو كان شكل من اشكاله الجلوكوز زي ما قلنا هو بيسألني هنا على Produce اكيد مش ال-Water والجلوكوز ولا Carbon Dioxide و-Water ولا جلوكوز و-Carbon Dioxide هي كانت Oxygen وال-Glucose تمين طيب بيسألني All the following can help in seed dispersal except تمين احنا خدنا في اخر lesson في ال-Concept ده ان انا كان عندي كذا ويه؟ لل-seed dispersal يعني ان السيد يحصل لها transport من بيس للتاني كان منهم ال-Wend وكان منهم ال-Water وال-Animal وال-Human او ال-Animal بالذات كان لها two-way مرة زي ال-Poor seed اللي كانت لها spine وعمل stick في ال-Animal 4 ومرة لما ال-Animal ده ايت ال-Seed نفسها لكن في الحقيقة ولا جبنا سيرة ال-Sweil ولا ال-Sunlight فحدوت ال-Seed disperse نفتكر بتاعة ال-Pean فوة soil في mini day تخيل كده هات seed بتاعة ال-Pean استلب حباية full كده استلفها من ماما وحطناها في wet soil يعني soil وعليها water وسبناها ل-Many days يحصل ايه هيحصل اللي أخدناه في أول ال-Concept هيحصل لها germinate وgrow والأصلها محدودة في soil وكمان فيها water هتعوز ايها اكتر من كده طيب question 2 معانا في الموديل كان بيقول put through blood reach in oxygen ماش في blood reach oxygen لسه قيلينه من شوية انه هو كان ماشي في blood vessel اسمه ال-Arch بيقول لك carried by vein لا لا كده احنا بنهضر احنا لسه قيلينها حالا بيقول from the heart to the body part الحدوطة الغلطة كلها هنا ال-Arch هو اللي carry ال-oxygen من ال-heart لل-body part فال-answer دي او السنتنس دي غلط تاني واحدة بيقول ال-light ده important لل-plant growth حصل فعلا فاكرين ال-experiment اللي عملناها وال-plant ما كانش عنده ال-sun light وطلع ال-plant weak كده او طبعا ال-light دي من ال-needs بتاعة ال-plant طيب ال-plant stem ال-plant stem ها has hair نا كنا خدنا حاجة فعلا عندها hair بس مش فاكر يميس هي plant stem ولا لا طب كمل كده absorb oxygen لا كده الحدوطة بقى ايه مش تمام خلص ال-plant stem ما كانش ليها hair اللي كان لها hair كانت plant root وما كانتش بتعمل absorb لل oxygen دي كانت بتعمل absorb لل water وال nutrient وما كانتش بتجيبهم من ال-air كمان دي كانت بتجيبهم من soil لو عايز نكتب ال-sentence دي وعايز يخليها صح كان قال لي ان ال-plant root has hair absorb water من soil لكن اللي بيعمل absorb الجاز اللي هو اصلا carbon dioxide مش oxygen من ال-air دي كانت الليف بتاعة ال-plant تسروح حاجة اسمها stomata فال-sentence تي طبعا false number four بيقوللي الجلوكوز دي طعب من ال-sugar لحد كده تمام produced by plant تمام برضو ال-sugar ده اللي اسمه glucoz ال-plant هي اللي بتعمله produced during the photo census process هقولله شكرا ال-sentence دي طبعا true بعد كده بيقوللي give reason نفتكر كده سؤال give reason ده كان راجل كده حشري شوية كل شوية يقولك ليه ها ليه رايح المدرس ليه انت ليه رايح النادي طب هي ليه ماما بتحبك طب هو انت ليه بتذاكر the signs give reason ده بيقولك بقى ليه ال-pore seed دي تقدر تعمل stick على ال-animal four هقولله علشان هي عندها spine هي ليها spine كده علشان كده تقدر تعمل stick في الفور بتاع ال-animal آخر question معنا في الماضل وبيقوللي write the scientific term question 3 يعني number one the liquid substance that plant وال-animal وال-human need to survive حاجة liquid كده ال-plant وال-animal وال-human محتاجينها خالص علشان يعملوا survive دي طبعا حبيبتنا ال-water اللي ماما كل شوية تقولك انت شربت مية ما شربتش مية ليه لا اشرب مية شوية ال-water دي very important يشرب طيب بيسألني كمان عن ال-part of plant ال-responsible for reproduction حكينا عنه في lesson 4 وقلنا ان ال-flower بتاعة ال-plant اللي بتعمل produce لل-seed دي ال-organ of reproduction في ال-plant طيب بيسألني عن source of energy والله الحد دلوقتي ال-energy اللي اخدناها كان ال-plant اخد ال-sun light علشان يعمل photosynthesis process وساعدها يعمل change لل-energy من شكلها as a light energy لشكلها as a chemical energy جوه الفود هو بيسألني عن source اللي داني energy ما تقوليش light مين اللي داني energy طبعا دي the sun طيب ال-plant اللي tupper stem رجعنا عليه في choose وقلنا ان دي زي potato plant اخر part معنا في question 3 بيسألني look at the following figures complete using the world below مديني كل ما اسمها soil او figure a و figure b ايدي حدوتة هنا عبارة عن plant عنده soil ومحتوط near sunlight وهنا plant تاني بس مش عنده soil ده محتوط على wood paper towel وجنبه برضو sunlight بيقول لك السيد هتعمل grow faster فأني واحدة طبيعي جدا faster في اللي عندها البيزيك need في اللي عندها soil وعندها sunlight وعندها water فيبقى السويل موجودة في figure a يبقى figure a faster than figure b طيب السيد بقى اللي figure b should be transferred into a علشان تبقى complete growth أنا اصلا لو حتى مش وقد بالي ان موجودة هنا السويل فطبيعي جدا انا عارف ان السيد need the soil to complete its growth بكده حبيبي نكون حلينا اول موديل اتمنى يعجبكو ويريت زي ما اتفقنا اني ذكر كويس وتفرهوني بلايك على الفيديو ذكروا اشتركوا في القناة